ومصرحة ظهرت من التداعيات السلبية لوقف المساعدات الإنسانية ده الخبر لطلق الوقت نعم وهم قفلوه حاجة لحضرتك هو فيه استكمال لكلام دكتور صبحي طبعا وكلام حضرتك هو فيه طبعا موقف جديد قديم بمعنى أنه الحديث الإسرائيلي عن عملية كانت فيه رفح لاستكمال العملية العسكرية والسيس محمد كان موضوع وكان مخطط ليه حاولت أطراف عدة وعلى رأسها مصر محاولة لتطويق الموقف الإسرائيلي بعدم الوصول إلى رفح والمصرحة في هذا الاتجاه يعني أنه عند حضرتك أولوية أخرى وهي الهدنة والتهدئة وبداية العمل الإنساني والسياسي ونبدأ من خطة السلسية المراحل وما إلى ذلك لكن هناك للأمانة تقتدر أن نقول على الطرفين أطراف متربصة بهذا الاتفاق جزء منه مرتبط بإسرائيل وجزء منه مرتبط بالجانب الحماس وأعتقد أنه الطرفين قد يكونوا قد ظهر في اللحظات الأخيرة الحكومة الإسرائيلية اليوم وأمس اجتمعت على هدف واحد وهو إعادة تقديم نتنياهو للوجهة السياسية مرة أخرى الجمهور الإسرائيلي الجمهور اليميني وكل إسرائيل اجتمعت حول العمل العسكري أنت أمام مجتمع إرهابي متطرف حكومة متطرفة مستمرة في هذا العمل بعيد عن استطلعات الرأي وما إلى ذلك ارتفاع شعبية نتنياهو زادت بصورة كبيرة مكونات الاتلاف اليميني استمرت وحتستمر بصورة كبيرة وبالتالي الحكومة حتستمر في نهجها أنا في تأدير القضية أنه كان لابد من يقوم بعمل بهذا التوقيت للضغط على حركة حماس حماس أخطأت خطأ قاتل أنها روغت في مراحل معينة كان يمكن للأمانة تقتضي أن نقول كان يمكن قبل جلسة القاهرة وجلسات القاهرة أنها توافق من القاهرة القضية ليست في أنها تذهب إلى قطر دي أمور إجرائية وتدابير خاصة بالحركة لا كان ممكن توافق من أول رمضان وتوافق من تلطس أنا سأقول لحضرتك من بعد باريس 2 للدوحة للقاهرة كان فيه ردود مباشرة استمسسمرت إسرائيل في التردد والارتباك الخاص بحركة حماس فلم تتحرك حركة حماس كان مفترض الرد حيجي بعد 48 ساعة بعد بداية العملية العسكرية ردت حماس بالإيجاب وهذا شيء جيد بطبيعة الحال نقدر نبني عليه نظرية نقدر نبني عليه عشان نكون وقعيين في التحليل المشكلة أستاذ محمد مرتبطة بالسلوك الإسرائيلي الآن وليس بموقف حركة حماس فقط طبعا حالة المواطن الفلسطيني مبارح والترحيب بهذا الأمر أمر جيد وشيء جيد وينقر رسالة طبعا إلى قادة حركة حماس بس يا فرحة ما تم لكن خلينا نقول نقطة مهمة قوية ما هو هدنة في توقيت أغلق فيه كرم أبو سالم في توقيت أغلق فيه معبر رفح الفلسطيني في توقيت ما فيش عربيات هتخش من هنا دلوقتي في توقيت فيه عملية عسكرية محدودة زي ما بيطلق عليها بيضا ما هو قبلها يا سيد محمد بيومين حصل استهداف معبر كرم شالون وقبلها بيومين تم أيضا استهداف الممر البديل نتسارين فبالتالي الرسالة هنا أن حركة حماس أنا بقول أساءت التقطير والتقييم العسكري والاستراتيجي بل والسياسي وبالتالي دفعت الحكومة الإسرائيلية لاستثمار هذا المشهد والدخول به نقطة من أول السطر أنا مش هخش في تفاصيل من الذي دفع من لي بماذا في حال التربص بالنسبة للطرفين في ده النهاردة نقطة من أول السطر مين اللي حيربح ومين اللي حيخسر في المعادلة الحالية القاهرة وحدها بتوجه الآن اتجاه البصلة نحو استقناف الاتصالات واللقاءات ونحنا نركع للمعادة الآن بالزبط ففي توجيه للبصلة وعليهم أن يستمعوا إلى مصر لأنه بطبيعة الحال لا يوجد طرف آخر سيستطيع أن يجمع الطرفين بهذه الصورة حتى الإدارة الأمريكية بالمناسبة الإدارة الأمريكية ولا بيليام بيرنز ولا فريق الأمني الأمريكي ولا ده ما فيش خبرات متراكمة إلا عندنا في مصر في المتالي المصريين هم اللي يقدروا يعملوا ده عليهم أنهم يستثمروا ده البديل أنا بقول لحضرتك قد يكون الخير صفر بمعنى أنه إذا لم يستمعوا لصوت مصر والموقف المصري بصورة جيدة لأنه هو موقف لا يعمل لحسابات إلا لصالح القضية الفلسطيني ودي نقطة مهمة أوي وهو موقف محدد منذ بداية الأزمة حتى الآن وداعم للتطورات الفلسطينية بصورة كبيرة لكن حيبقى فيه تعنته فيه عند نحن نساوف ونفتح الأفق السياسي أنا في تأديري اللي حيربح من ده نتنياهو قولا وحيدا لأنه نتنياهو الآن يتحدث من على أرض الواقع بدأ العملية في منطقة الشرق دخل وضرب الأحياء الرئيسية نقل رسالة قواته موجودة فلا يمنع من أن يتمدد العمل العسكري في رفح بصرف النظر بها عملية محدودة زي ما ذكر الدكتور صبحي أو عملية تكتيكية لمراحل معينة